الآن دائما يقولها الأباء الرحيون والمرشدون يقولون الطريق الوسطى خلصت كثيري الطريق الوسطى خلصت كثيري لأن زي ما بعض العلماء بيقولوا أن الفضيلة هي وسط بين رذيلتين الفضيلة هي وسط بين رذيلتين بين إفراط وتفريط ولهذا بيكون الوضع الوسط هو وضع لا ينحرف يمينا ولا يسارا لأن الشيطان ممكن أن يضرب بضربة يمين وبضربة شمال ولذلك في أمثال أربعة سبعة وعشرين بيقول لا تمل يمنا ولا يسرح لا تمل يمنا ولا يسرح لا تتطر في مين ولا تتطر في شمال وبيقول لا تطربك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل برضو لا ضربة يمين ولا ضربة شمال بيقول يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وأما أنت فلا يخترجون إليك ما لكش دعوة بالانحراف لا اليمين ولا اليساري خليكم أستنكد في ناس كتير جدا بيتعبوا في حياتهم الروحية بسبب التطرف إما بضمير بيق يتصور الخطية حيث لا توبت خطية ويدقق تدقيقا يصير تضييقا له في حياته ويتعب أو طمير واسع يبلع كل حاجة فإحنا عايزين الطريق الروس الطريق الروس ده اللي خلصت كثير يعني إحنا بعد شوية دخلين على صوم العطر كل واحد في الصوم ساعة بيمشي على كيفه بدون إرشاد روحي وديكوا شفتوا الأسئلة الكتيرة اللي بتقول على المية والملح إيه آخر والطديق الآخر اللي يقولك حتى الخضروات فيها زيك ما تمشي في طريق الممتدر وتمشي على قده ساعات إنسان يدرب ضربة يمين يحب إنه هو يرتفع بسرعة 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 وبغير حكمة وبعدين ما يقدرش يستمر يمشي يمين بسرعة وما يقدرش يستمر ليه؟ لأنه مشي بغير حكمة ممكن جدا إنسان يعمل إديس لمدة يوم أو يومين لكن ما يقدرش يكمل ممكن يصوم بمية وملح أسبوع أو أكتر وبعدين ما يقدرش يكمل ممكن يفرد على نفسه صيامات لغاية لما يجيله أنيميا أو يحصل له ضعف ويبتدوا يعالجوه والدكاترة يقرروا إنهم يشربوه لبن في الصيام الكبير أهمية الفضيلة في استمرارها أهمية الفضيلة في استمرارها الأباء بيقولوا عمل قليل ومستمر أحسن من عمل كبير ولا يستمر الطريق الوسطى بيقدر الواحد يستمر فيه لكن المغالاة والتطرف ما بيقدرش عليه على طول بيبتدي يتعب فيما بعض زي النزور واحد يندر ندر وبعدين ما يقدرش عليه لما كنت تندر ندر بالطريق الوسطى اللي قدك وتقدر تكمله وتمشي به على طول لكن تطرف واحد في ضيقة وعايز يخربين يا رب أعطيك 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 ويفتكر إن ربنا نستقل الحكاية فيزود لا أديك تاني وأديك تاني وأديك تاني ويفتكر ربنا ايه نستقل الحكاية ويزود في نظوره وهو مش قدها بلاش المغالاة بلاش التطرف امشي على قدك امشي على مهلك على رأي المثل اللي بيقول امشي على مهلك عشان نوصل بسرعة لأنه يجيز واحد يمشي بسرعة وتحصل له حدثة ما يوصلش خالص فبيقولك انشي على مهلك عشان ايه نوصل بسرعة خليه في الطريق الوسطى اللي بتخلص كثيرين وهكذا في التداريب تيجي إنسان تعبان من أخطاء الكلام فمش يصلح أخطاء كلامه يقوله انا قررت الصمت الكامل ايه الصمت الكامل ده مش هيقدر عليه هيصمت شوية وبعد كده يتعب من الصمت يبتدي يتكلم يتكلم ايه يتكلم بنفس الأخطاء لأنه ما عودتش نفسه على الطريق الوسطى يعني اما صمت خالص لاما كلام لحق على رأي المثل اللي يقول صمت دهرا وناطق كفرا لأنه مش متعود أعطي نفسي تدريب إني ما تكلمش كتير إني لا أتكلم إلا إذا طلب مني أو لا أتكلم إلا للضرورة إلا إيه للضرورة يعني إذا كان فيه ضرورة للكلام يتكلم ويتكلم على قده أو يدرب نفسه على الأم يترك أخطاء الكلام يقول إن أنا أتكلم ما أشتمش حد أتكلم ما أغضبش على حد ما تنرفسي ما أغلطش بالنساني تكون ألفاظي بيضاء ونقية كلام كويس ده طريق وسطى إنه هو لا صمت مطلق ولا كلام غلط وإنما طريق وسطى ده اللي ينفع دي اللي خلصت كثيرين أو زي راهب أول ما يخش الدير عايز يوصل بسرعة فيفرد على نفسه نظام في الوحدة شديد جدا إنه ما يقبلش حد وبعدين من الناس يقولوا هذا المتوحد اللي ما بيقبلش حد عايزين نكلمه فيبتدي يكلمه فيلاقي قاعد يتكلم مع الناس وبقى مرشد لكثير ينطفني الوحدة ما فيش الوحدة هي المسألة مسألة استمرارية مش إنك أنت تقول أقفل على نفسي وما قبلش حد وتقعد لك كده أسبوعين ثلاثة وبعد كده أتكلم كل واحد وما جاش حد يكلمك أنت تجري تتكلمه نفسي الطريق الوسطى خلصت كثيرين الذين تطرفوا يميناً أو شمالاً تعبوا من السكة بتاعته خليك ماشي وحدة 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 ولذلك الآباء كانوا يأخذون بأيدي أولادهم بالتدريق وحدة وحدة بيروح يصوم في الدير لغاية لغاية لما يبقى 12 بالنسبة له بقت لعب ويثبت على كده وتعود إنه ما يفطرش بعد كده يخلوها واحدة اثنين ثلاثة وتتسبب مدن لغاية لما تبقى شيء طبيعي عنده وبقى لو صمل الثلاثة بعد الظهر خفيفة خالص اتعود عليها بالتدريق لو صمل الغروب بقت خفيفة اتعود عليها بالتدريق لكن يتطرف يسوم على طول أول ما يخدش الغروب يجي بعد كده يبوع يأكل من الفكر بيحصل على الناس كده ما تفتكروهاش ده ده فيه ناس يقول لك يجي الأربع بالليل ويقول الساعة بقت واحدة يبقى دخل يوم الخميس أقدر أكل حاجة فطاري يعني مش قادر زاب البطن على نص الليل ده معناها إن شهوة الأكل عنده تعبته تعبته لأنه لم يسلك في الطريق الوسط فيه التطرف لم يستطع أن يستمر فيه ساعات هذا التطرف بيكون سببه المجد الباطل عند البعض المجد الباطل بعد الرهبان يحب يبقى رجل صوم رجل ايه صوم مشهور عنه الصوم أبونا ده ما يكلش قبل الغروب أبدا ما يمشيش في الطريق الوسط لأن المجد الباطل بتاع التطرف اليميني عنه فلا يصوم من أجل نقاوة القلب ولا يصوم من أجل محبة الله ولا يصوم من أجل إخضاع الجسد إنما يصوم من أجل شهرة الصيام ومجد الصيام بلاش الناس يرضوا عنه لكي يرضهوا عن نفسه أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس أنا بصوم وبصد لذلك يقول الأباء إذا وجدت شابا صاعدا إلى السماء بهواه اجزبه الأسفل مش اجزبه الأسفل عشان ما صعدش إلى السماء عشان صعد بهواه يعني بمزاله الخاص يعني بتدبيره الخصوصي مش بتدريب أبوه الرحي امشي وحدة وحدة وثبت أقدامك في الفضيلة وحدة وحدة لغاية لما توصل مش معناها أن ما فيش نمو وتفضل في الطريق الوسطى طول عمرك تبتدي بكده لغاية لما تثبت أقدامك كويس جدا ترتفع درجة بسيطة وتثبت فيها أقدامك على الآخر ترتفع درجة بسيطة وحدة وحدة لغاية لما توصل واحدة يلاقي أن الكلام مع الناس بت cleanup ويقول قررته قرارا إنه لا أكلم أحدا إيه الكلام وخلاص عهد أمام الله إيه الكلام اللي بتقولي له خليك كده ماشي واحدة واحدة على رواء وبعدين يقرر لنفسه هذا القرار يستمر فيه يومين تلاتة ويرجع يكلم كل واحد ويرجع ينخبط أكتر من أول ليه لأن مفيش الطريق الوسطى اللي مش فيه امشي وحدة وحدة بطريقة هدية مش بتطرفات مش بانفعالات مش بتأثرات كتب أو تأثرات حاجة تالي إنما واحدة واحدة بغيث لما توصل الطريق الوسطى خلاصت كثيرين لا يتطرف يمين ولا يتطرف شمال ساعات التطرف لمن يكون سبب حماس أو غيره وجيز غيره مقدسة وحماس مقدس لكن قال برس الرسول آية عجيبة جدا قال على الميهود قال أشهد أن لهم غيره لله ولكن ليس حسب المعرفة ليهم غيره ولكن ليست حسب المعرفة جايز أنت عندك غيره مقدسة ولكن ليس حسب المعرفة امشي على أدك وحدة وحدة لغاية لما توصل لكن لا تتطرف يمينا ولا شمال والمهم أنك أنت تستمر زي واحد متحمس للقراءة والأنا لازم أقرأ كل يوم إصحيح ثلاثة أربعة الصبح اتنين وبالليل اتنين يا عم خليها على رواء كده اقرأ لك إصحاح واحد اقرأ نص إصحاح بس افهمه واهدمه واستفيد منه روحيا وامشي به صح دي أحسنك اقرأ لك فقرة واحدة من الكتاب بس خدها بعمق خدها بتأمل طبقها على نفسك خد منها فايدة روحية والمسألة مش مسألة كترة امشي في الطريق الوسطى التي خلصت كثيرين وان لقيت قلبك مفتوح لربنا زبط بس بايه بحكمة بحكم ساعة الناس ييجي مثلا في العبادة اما يصلي الأجبية بحلها لأما ما يصليش بالأجبية خالص ليه بس لا تطرر في مين لا تطرر في ساري اما صلاة الأجبية بتاعت كل ساعة يقول المزامير كلها لا يقول انا مش قادر صلاة باكر دفعة 18 مزمور مش اقدر عليه يبقى ما تصليهاش ده ده كلام امشي في الطريق الوسطى على قد لطقتك صلي بتصلي باكر مش قادر تصلي 18 مزمور صلي ما تستطيع من المزامير وقال لي يا رب انا على قد كده مش قادر لما انت توسع قلبي لما انت تقوئ ربتي لما انت تديني نعمة ابقى اخد اكتر من كده لكن اما الأجبية كلها لاما لا اجبية على الاطلاق من ما فعل كلامتا امشي في الطريق الوسطى لان برضو الشيطان جايز يدفعك الى طريق عالي انت مش قادر ويدفعك اليه ويقولك هي دي الغيغة المقدسة ان ما صلتش كل المزامير تبقى انسان مهمل وانسان كسلان وانسان مقصر في العبادة وانسان غير بقبول امام الله كل دا كلام شطان كل دا كلام شيطان انت تقول على قدك وبعدين كل ما ربنا يوسع قلبك كل ما ربنا يقوى ارادتك كل ما ربنا يديك نعمة خاصة كل ما ربنا يديك نشاط في الروح زود لغاية لما توصل او واحد يقول اما اتناول وانا في حالة روحية كذا مرتفعة اما ما اتناولش خالص مين يقول الكلام جلس ها برضو تطر وفي مين نشنان يعني انت مش بتتناول لما تصل للقداسة وبعدين تتناول دا انت بتتناول عشان المناولة توصلك للقداسة وهو انت تقدر تصل للقداسة والنقاوة بدون نولة قل له يا رب ليس من اجل استحقاقي لكن من اجل علاجي لكن من اجل احتياجي من اجل ان انا اخد قوة منك لكن مش تطرف اما نقاوة كاملة وقداسة كاملة وانا ما اتناولش خالص قل له انا تايب يا رب لكن اردت ضعيفة اه وانا مؤمن انك انت تديني قوة واعن يا رب ضعف ايماني انا مؤمن لكن ايه اعن يا رب ضعف ايماني وهكذا في كل حالة زي مثلا انسان في مسألة التطرف خد مسألة الزينة اما زينة على الآخر لا اما اهمال على الآخر يعني اما واحدة ترش في الزينة والابيض والاحمر والاخضر والازرق وكله واما تمشي بلا عناية بملابسة وتبقى موضع انتقاد من الناس ليه؟ ما تمشي في الطريقة الوصدة التي خلصت كثيرين تمشي برضو نظيفة واميقة وكل حاجة لكن مفيش البحرادة اللي منهاش لازمه لان دايما التطرف هو اللي بيتعب الناس مش بس بيتعبهم بيتعب الاخرين منهم يفتكر مثلا انه لكي يتطرف في الوداعة ولا التواضع انه باستمرار روشه في القلب مينكلمش يبقى هزة وسط الناس هو ده التواضع والناس يقولوا بقى احنا نخش في الدين اللي بقى زي فلان ده مستعيب نوع من التطرف نوع من التطرف بعدم الفهم ما زي ما بقول لكم فيه تطرف نتيجة ايه؟ عدم الفهم لان الطريق الوسطى هي الحكمة تطرف بعدم فهم وبعدين يتعب من التواضع فيتنرفز ويخضب ويخضب ليه بس؟ ما تمشي بطريقة هادية هل ربنا يريد الناس انهم يبقوا متواضعين وما يكونش عندهم قوة شخصية؟ وفيه ناس من يفهموش الدين ربنا يريدك ان تكون متواضع ويريدك ان تكون قوي الشخصية ايضا وقوي الشخصية الى ابعد الحدود او اعتف تكر التواضع معناها ان انسان يكون ضعيف الشخصية؟ لان الفضيلة هي تكامل الشخصية ولانك انت في حياة البر بتبقى صورة الله ومثاله ومش ممكن تبقى صورة الله ومثاله وانت ضعيف الشخصية فاللي بيتطرف في التواضع او الوداع ويبقى ضعيف الشخصية دا لم يفهم الدين ونمشيش في الطريق الوسطى التي خلصت كثيرين المسيح كان متواضع جدا وكان وديع جدا ومع ذلك كان قوي الشخصية جدا وكان لما بيقفوا معاها الكتب والفريسيون او الصدقيون وينقشوه يجدوا شخص قوي يستطيع ان يفهمهم ويستطيع ان يسكتهم ويستطيع ان يرد عليهم تقول انا لما سكت الناس ولما افهم الناس ولما يد عليهم دي تبقى ضد التواضع خليني متواضع وخليني مغلوب باستمرار متحت الرجلين باستمرار يبقى دا تطرف في فهم التواضع مش مزبوط تطرف في فهم التواضع مش مزبوط احنا عايزين الناس يبقوا اقوياء في شخصيته كما كان المسيح قوي في شخصيته قوي مش معناها عنيف قوي مش معناها قوي في الجسد قوي مش معناها بيدرب الناس قوي في شخصيته قوي في روحه قوي في اقناعه قوي في ردوده قوي في نجاحه باستمرار في كل عمل بان ينتد إليه يدو يعني راجل قوي تشعر انك مع واحد مليان لان التطرف مش مزبوط او انسان يفتكر الوداعة انه يبقى مايتكلمش ابدا تتحول الوداعة عنده الى طراوة في الشخصية مين قال الكلامت المسيح قال تعلموا مني فإن وديه ومتواضع القلب ومع ذلك كان بيقول من مدينة المدينة وبيكلم الناس وبيقنع وبيعلم ويقول كل بيشعر بأن له السلطان وليس كالكتبة مع إذن وديه لكن فهم الوداعة بطريق خاطئ والتطرف في تطبيقها تطرفا خاطئا هو اللي بيضيع الإنسان بيخليه شخص مش مزبوط خد مثلا التربية التربية الطريق الوسطة هي المزبوطة لا تدليل يضيع العين ولا عنف ينفر الابن من أبوه أو من أمه إنما الوضع الوسط الحنية مع الحزم الحب المتزم طريق المسطة لكن معناها أب يتطرف في الحب أو أمه تتطرف في الحب بغاية لما الوادي هيص عليها ومتعرفش تقوده وتيجي تقول تعبانا مع الأيال تعبانا تعبانا عشانك ممشتيش في الطريق الوسطة مشيتي في التدليل على الآخر أو العكس بالعنف على الآخر بغاية لما ينفر الودو عايز ينتقل لكن الوضع الوسط هو الوضع المزبوط لا تدليل ولا عنف إنما حنو حازم أو حزم حنو حاني ده الوضع السليم اللي يمشي فيه الواحد كده ماشي في الطريق الوسط يعرف إمت يطبطب وإمت يقول لا ما حد كده كفاية العين اللي ممكن تسيد حنوّا والعين اللي ممكن تبقى جديدة لأن لكل شيء تحت السماوات وقت للشدة وقت وللطيبة وقت تكون شدة من اللقم الطيبة أو طيبة فيها حزم وفيها شخصية لك الحكاية كده تبقى تطرف يريني أم شمالي لا لازم الإنسان يعرف إن الطريق الوسطى معناها الفضائم التي تبدو متضارطة تنتزج مع بعض وتكون كلاً منسيماً قوياً أو مثلاً نيجي في خطيئة زي الإدامة إما واحد يدين على الآخر ويقول فلان ده غلطان ده غلطان ده غلطان ده غلطان ده غلطان الطريق الوسطى خلصت كثيرين الكتاب يقول إيه مبرق المزنب ومزنب البريق كلاهما مكرها للرب وقال مبرق المزنب قبل ما يقول مزنب البريق ما أنت جايز تدافع عن واحد مزنب بحسة نارفز اللي بيسمعك قال لك إيه ده أنت بدفع محظة كده ويتلاقيه مش بس يدين هو ويدينك إنت كمان فيبقى لخبطت الحكاية على الآخر فالوضع الوسيط هو اللي أحسن مش عايز تقع في الإدامة بلاش تدين وخليك ساكن لكن تدافع المخضئين مش صح مش صح إذا كان في عزر حقيقي فعلا تقول لكن فعلا ده خطيئة لكن يوجد له عزر لكن مش معناها تبرقهم التبرقة لا من قبل كل هذا وجد المرشد وفائدة المرشد إن الإنسان يعني يتعلم إيه الطريق الصح ولا يتطرف يمينا ولا يسارا شوفوا في سفر الجامعة الصح 7 بيقول إيه بيقول لا تكن بارا كثيرا ولا تكن حكيما بزيادة لماذا تخرب نفسك لا تكن بارا بزيادة ولا حكيما بزيادة يعني لا تتطرف التطرف اللي يخرج البر عن حده السليم أو يخرج الحكمة عن حدها السليم تيجي في العطاء مثلا واحد يتطرف في الآية بتاعت من سألك فعطيه فيتجمح حواليه جماعة من المحتلين وكل شوية هات 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 ففلوس ربنا بتاعت الفقرة تروح للناس المحتلين وهو يقول ضميرة عدمي ضميرك تعبك لانه هو ضمير تعبان فمدام هو تعبان بي تعبك لا ما تتطرفش كل فضيلة لازم تكون مرتبطة بالحكمة وايضا فضيلة العطاء تكون مرتبطة بالحكمة ومن سألك فاعطيه بحكمة ومن سألك فاعطيه ايه بحكمة وإلا قوم ابنها يقول لها هاتي عشان يروح السينيماد هاتي علشان يلعب مع اصحابه هاتي حتى علشان يكتسب عادات مش مزبوطة فتقوم انسألك فاعطيه ده اللي فيه تطرف بدون حكمة امشي في العطاء مزبوط لكن لا تتطرف فيه بطريقة تتعبك وياما ناس بيمشوا في الحكاية دي بغاية لما يتعبوا ويجوا يقولوا تاب تاب الناس كابسين علينا كابسين عليكم عشان مش ماشين بحكمة امشي بحكمة واعطي من هو محتاج كل حاجة مفروض انها تسلب بحكمة خده في المعاملات فيه ناس في المعاملات اما صديق يعطيه كل الحب لاما يبدا يأمنه ينقطع عنه تمام الانقطاع ويبقى كأنه عدوه ما عندوش الحل الوسط لصداقة كاملة لعداوة كاملة اما مديح على الاخر لاما زم على الاخر ويمكن الفصلة بين اللبنين زي شعرة كده لان ما فيش طريق وسطى الطريق الوسطى ان كل شخص في الدنيا تعرف ليه مزاياه وليه عيوبه وتمشي معاه تستفيد من مزاياه وتتجنب عيوبه لكن مش واحد فيه عيب تعصيله تنبيه وواحد تحب وتمدحه في الخير وفي الشر مش هي دي الطريق الوسطى في هذه العلاقات زهبي الفم الكلمة لطيفة قال من لا توافقك صداقته لا تتخذه لك عدوا اللي ما ينفع لكش صديق ما تعملوش عدوا خليك ماشي كده ما هو صديق ولا عدوا انت اتحالك وافهان يتقابلوا اهلا وسهلا وخلصت لكن ما تتحولوش عدوا ما تتحولش من الصداقة للعداوة كده في لمح البصر الطريق الوسطى خلصت كثيرين في كل العلاقات في كل المعاملات حتى مع ربنا حتى ايه مع ربنا ساعة واحد يخش كده يا رب انا عايز الحاجة الفلنية وأنت عارف بحبك ازاي وأنا ملجأش غير ليك انت الوحدة واحمل لي واحمل لي واحمل لي واحمل لي وصلاح منساكبة بدموع وبعدين يجي ربنا لبص الى ايه الحكاية دي ما تعملتش بقى كده يا رب ما تعملشي طب لا كميسة ولا اعتراف ولا تنقلك كده على طول من محبة لله ومن صلاح منساكبة بدموع الى لا كميسة ولا صلاح ولا اعتراف لأن تطرف مفيش طريق وسطه الطريق المسطة تقول ايه تصلي بكل انسكاب امام الله وتقول له ومع ذلك يا رب فلتكن مشيتك وكل اللي انت تعمله من الخير جه اللي انت عايزه قل له اشكرك يا رب مداش اللي انت عايزه قل له لازم لحكمة ومحبة عندك ما تتقيش الحكاية دي احبك ان اعطيت واحبك ان لم تعطي يبقى هنا الواحد ماشي في الطريق المسطة اللي ما بيلحبطش فيه ولا ينتقل من النقيد الى النقيد ومن الضد الى الضد احنا يعوزنا هذه الحكمة القوية اللي نمشي بها في حياتنا الحكيم حينه في رأسه اما الجاهل فيسلق في الظلام حاول تمشي في حياتك بطريقة هادية في تربية اولادك بطريقة هادية في تربية نفسك بطريقة هادية عارفين الشخص اللي حتى بلاش روحياته من الضد للضد في نفسيته ده ممكن تجيله امراض نفسية لما ينتقل من الضد للضد الانسان السوي اللي بيقول عليه شخص سوي ده مينتقلش من الضد للضد ابدا انما يمشي في الطريق الوسطى بهاداوه ولا يغير علاقاته بسرعة بهاداوه ولا يحكم على الامور بسرعة بهداوه بطريق بالطريق الوسطى هي دي اللي الانسان يتعلم بيها حكمة الحياة وحكمة السلوك انه لا يغالي يمينا ولا يغالي شمالي وتأكدوا ان الانسان اللي يغالي ناحية اليمين ممكن يغالي ايضا ناحية الشمال اشتركوا في القناة